عام من الفشل السياسي هكذا رأت وكالة فرانس برس في تقرير لها مع مرور عام منذ إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول من عام 2021 والتي شاهدت أكبر عزوف شعبي منذ عام 2003 بحسب منظمات حقوقية حيث قاطعها نحو 90% ممن يحق لهم التصويت التقرير أكد أن العراق منهار ومنهك بسبب نحو عقدين من النزاعات بين الأعزاب والميليشيات والأسيام بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يمثل الميليشيات الموالية لإيران والتي باتت منضوية تحت مضلة الأجهزة الأمنية للدولة كما أكدت الوكالة الفرنسية فرنس بريس رأت أن الأزمة السياسية في العراق دخلت خلال هذا التاريخ منحا آخر من التحشيد والتحشيد المضاد بين الصدر والإطار ليبلغ التصعيد ذروته ويصل إلى اندلاع مواجهات مسلحة بينهما انتهت بسقوط نحو 30 قتيلا وقرابة 200 جريح من الطرفين مراقبون رأوا أن الأزمة السياسية الحالية أثبتت عدم اهتمام الطبقة السياسية بمصالح العراق والعراقيين وبات لابد من تغييرها وضيفين أن الأزمة الحالية دليل فشل عملية كانت المحاصصة الطائفية نهجها ولعل الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي والتي أقرت فيها أن العراقيين فقدوا الثقة في الطبقة السياسية وقدرتها على إخراج البلاد من أزماتها مشيرة إلى أن الفساد لا يزال سمة أساسية لنظام الحالي وأن هذا النظام يعمل ضد مصالح الشعب العراقي بحسب بلاسخارت ومع سمرار الانسداد السياسي فإن ضمان أحداث التغيير الشامل في العراق بات مرهوناً بتجدد ثورة تشرين الداعي لإنهاء نظام الفاسد وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية